ملاحقة وسائل الإعلام والمواقع التي تنشر أخبار كذبة وإشاعات تستهدف مصر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها قرر أصدره النائب العام المصري للتصدي لمواصفه بقوى الشر التي تستهدف أمن البلاد حسب القرار قرار جاء بعد ساعات من دعوة الهيئة الوطنية للإعلام المسؤولين والنخب المصرية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بعد بثها تقاريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر تقول الدولة المصرية أنه تضمن أخطاء وتجاوزات مغنية ومزاعمة بشأن الأوضاع في البلاد اللي بيحصل أعتقد واللي بيتم من عمليات في سينة بيدلل على أن اللي بتقوم بمصر يعني أن هي في حالة استثنائية مهمة جدا المفروض أن الكل يدرك أهمية الوضع اللي هي فيه الحاجة التانية والمهمة أنه المعلومة في هذه الحالة أعتقد أن هي قد تؤثر بالسلب على المجتمع بشكل عام ولذلك قرار النائب العام كان تقنينا لوضع حتى لا تتهم الدولة المصرية كما يحاول البعض دائما أن هذه الإجراءات إجراءات غير قانونية وكان تقرير بثته محطة البي بي سي أثار جدا واسعا بعدما ظهرت شابة تدعى زبيدة قال التقرير أنها تعرضت للاختفاء القصري على يد قوات الأمن لكن الفتاة ظهرت ببرنامج حواري على فضائية مصرية خاصة ونفت هذا الزعم بالمقابل أثار قرار النائب العام الذي تضمن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من القلق داخل الجماعة الصحفية والإعلامية والحقوقية في البلاد حيث رأته بعض الأوساط الصحفية فطفاضا ولم يضع إطارا أو تعريفا لمعصفه بالأخبار أو البيانات التي من شأنها تكدير الأمن العام فكرة حرية الإعلام حق أصيل لكل من يعمل في حق الإعلام ثانيا مواثيق الشرف الإعلامي يجب أن يلتزم بها كل وسائل الإعلام على مستوى العالم ثالثا أعتقد أن الرد على من يتجاوز في وسائل الإعلام يكون بالمعلومات المدققة المواثقة التي تحرق وسيلة الإعلام وتقول منظمات حقوقية محلية إن هناك تراجعا في ملف الحقوق والحريات في السنوات الأخيرة وهو ما يثير حفظة الحكومة المصرية وتنفيه بشدة قرار النايب العام المصري أثار الكثير من المخاوف في الوسط الإعلامي في البلاد من التضييق على حرية الرأي والتعبير بإلصاق طهم مثل تكدير الأمن العام التي يراها فقهاء قانون بأنها مطاطة وغير محددة بينما يؤكد آخرون أن الهدف من القرار ليس إلا هو تنظيم الساحة الإعلامية التي تفتقد إلى الاندبع محمد عبد الله الحرة القاهرة